بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أبناء طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي مع نافذة اللغة العربية ودرسنا اليوم قيم نفسك قيم نفسك طبعاً يا أولاد في قيم نفسك هذا التقييم يعد مراجعة لما تعلمناه من خلال المرحلة السابقة في المحور الثالث كيف يعمل العالم كيف يعمل العالم وتذكرة سريعة مع بعض يا أولاد أن هذا المحور اللي هو المحور الثالث كان يتكون من ثلاث موضوعات الموضوع الأول النيل الذي أعرفه وكانت قصة الاستماع بتاعته إجازة نصف العالم وكان فيه كمان يا أولاد في هذا الموضوع معرض أحب بلدي واخدنا فيه كمان أسلوب التعجب وأسلوب التعجب قلنا أنه هو بيتكون من ما زائد الصفة على وزن كلمة أفعل زي أجمل أحلى أروع أحسن أكبر أصغر وبينتهي أسلوب التعجب بعلامة التعجب بعد كده أولادنا انتقلنا إلى موضوع آخر وهو الأماكن وإزاي الواحد يوصف المكان خدنا فيها الموضوع الوادي الجديد وخدنا نشيد نيلو مصر وفي كل موضوع من هذه الموضوعات كنا بناخد كلمات جديدة وهنا ده قدامنا دلوقتي نموذج الوصف المكان إزاي من خلال الدروس اللي خدناها مثلا زي الوادي الجديد وخدنا بعض الأماكن وهنا قدامنا محافظة القاهرة والأقصر إزاي أن احنا بنوصف هذه الأماكن بعد كده يا أولاد انتقلنا مع بعض للموضوع الثاني من المحور كيف يعمل العالم وهو سكان النيل وكانت قصة الاستماع أحسنتم قصة الاستماع كانت فرح النوبة فرح النوبة وتحدثنا بعد قصة الاستماع فرح النوبة بمولودنا الجديد وخدنا في مولودنا الجديد أسليب وترتيب وهي المثنى وجلنا أن المثنى يا أولاد عبارة عن كلمة مثنى بضيف على المفرد ألف ونون ألف ونون يعني عين هتبجى عينان يد هتبجى يدان أزن أزنان رجل رجلان قلم قلمان وبعد كده يا أولاد خدنا مع بعض أخلاق المصر القديم مكتوبة على الأحجار وإن المصر القديم لم أجذب لم أسرق لم أسيق معاملة الناس لم أملأ قلبي قرآن وباجي الحاجات اللي احنا خدناها مع بعض وبعد كده يا أولاد خدنا مع بعضينا نموذج لوصف المكان وجلنا أن احنا في وصف المكان بنوصف بالحواس بتاعتنا بنوصف بالأذن وبنوصف وصف الأذن بنوصف به الأصوات ووصف اللسان بنوصف الطعام بنوصف باللسان ووصف المشاعر بنوصفها المشاعر الإحساس بتاعنا في هذا الحدث بيكون إيه والأنف بتوصف الرائحة والعين بتوصف حشتين بتوصف المكان وبتوصف الأشخاص انتقلنا بعد ذلك أحباء الطلبة إلى الموضوع الثالث وهو الحفاظ على النيل وكانت قصة الاستماع أحسنتم هي سر الحياة سر الحياة وعرفنا من خلالها أن الماء هو سر الحياة لجميع الكائنات على الأرض بعدها انتقلنا إلى مجاري النيل تسق الحقول وفي هذا الدرس تعرضنا إلى أساليب وتراكيب اللي هو موضوع لام التعليل لام التعليل وقلنا أن لام التعليل هي لام بتسبق الفعل المضارع علشان تثبت تبين سبب حدوث الفعل تبين سبب حدوث الفعل واخدنا موضوع كمان أنا النيل واخدنا في بعد ده موضوع أنا النيل ظرف المكان وجلنا أن ظرف المكان خلفة أمام بينة جانب فوق فحت داخل دي اسمها ظرف المكان بيدل على مكان حدوث الفعل بعد كده يا ولاد خدنا مع بعض نموذج مصغر لكتابة مقال وجلنا أن المقال عبارة عن زي ما إحنا خدنا مع بعضينا أنه هو بيتكون من مقدمة وحدث ونهاية وكمان خدنا يا ولاد لم ولن اللي هو أسلوب النفي وجلنا أن لم بتنفي الفعل في الماضي أما لم بتنفي الفعل في المستقبل زي لم أجذب يعني أنا لم يسبق لي الكذب فيما مضى ولن أجذب يعني لن أجذب في مستقبل حياتي ننتقل يا ولاد مع بعض إلى موضوعنا النهاردة قيم نفسك السؤال الأول أو النشاط الأول بيقول كون كلمات من الحروف الآتية كون كلمات من الحروف الآتية رقم واحد راء وقاف وثاء مربوطة وآلث نفكر فيها مع بعض أيوة أحسنتم يبقى كلمة إيه؟ قارة كلمة قارة أحسنتم تاني نقطة يا ولاد بتقول حرف الباء والشين والعين هيكون 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 كلمة شعب أحسنتم كلمة شعب الصاد والياء والباء هتبقى كلمة يصب أحسنتم ننتقل إلى آخر نقطة ياء ولام وزاي ويا يزيل يزيل أحسنتم أحسنتم تاني نشاط يا ولاد نشاط سهل وحلو خالص بيقول لك رتب الكلمات لتكون جملة رتب الكلمات لتكون جملة مديني بعض الكلمات وأنا هكون منها إيه جملة فرعيني ينقسم إلى النيل وبدأ لهو بكلمة إيه؟ نهر تبقى نهر إيه؟ النيل نهر النيل ينقسم إلى فرعين أحسنتم نهر النيل ينقسم إلى فرعين رقم اتنين يا ولاد بتقول المصريون النيل مدنا وحضارات حوله وبدأ هو بكلمة أقامة تبقى أقامة المصريون أقام المصريون مدنا مدنا حضارية مدنا وحضارات حول النيل أقام المصريون مدنا وحضارات حول النيل رقم ثلاثة يا ولاد أن نحافظ مياه على النيل وبدأ هو بفعل يجب هتبقى نقول يجب يجب أن نحافظ على مياه النيل أحسنتم يجب أن نحافظ على مياه النيل نشاط لقم ثلاثة وانت في الكتاب معاك هتكتب لا أكتب بخط النسخ لا أحد يعمل ويحقق النجاح بمفرده وهذه العبارة بتدعونا إلى التعاون والتشارك وإلى هنا أبنائي وأحبائي الطلبة الصف الثاني نقول قد انتهينا من موضوعنا النهاردة وده يكون آخر درس لنا في المحور الثالث كيف يعمل العالم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة إن شاء الله في نخدها عن المحور الرابع التواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته